أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية الجهود التي تعنى بالثقافة العربية ورقيها والنتاج الفكري منوها في هذا الصدد بدور المؤسسات والمنتديات العربية التي أسهمت بدورها الفعل في إبراز الثقافة العربية كونها محور جامع ومؤثر وأضف سموه بأن الفكر المستنير يحقق جوهره حين يكون له أثره الذي يثري المدارك خدمة للإنسان والارتقاء بمسارات حياته ويتيح للإبداع والابتكار أفقا أرحب جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في أبوظبي مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي حيث أشهد سموه من عقاد مؤتمر فكر 15 والذي يقام تحت ريعية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتنظمه مؤسسة الفكر العربي والذي يضم قامات عربية مرموقة تحمل معها حصيلتها الفكرية الغنية ليتم تبادل الأفكار والرؤى المستنيرة بما يخدم التكامل العربي إلى وحدة فكرية عربية جامعة ونوها سموه بما يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل من إسهامات في إثراء الثقافة متمثلة في الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للمفكرين والمبدعين العرب من جانبه عرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن شكره إلى صاحب السمو الملكي ولي العاد نائب القائد الأعلان نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمه لإنجاح مؤتمر فكر 15 وقبوله دعوة المشاركة في الجلسة الحوارية الخاصة بنموذج مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما طرحه سموه بمحور الجلسة من أفكار ورؤى اشتركوا في القناة